مرحبا عليكم الحبيباتي و اخوتي في النموة 228 تكونوا بألف خير اليوم ان شاء الله جبت لكم كيكا رائعة نديرها بالبرتوقل و بالحامض كتأتي ناجحة جدا و طرية و لديدة في نفس الوقت كما أولفتكم بالكيكات السابقة كتأتي بهذا الشكل كما رأيكم في الصور تبعوا معي المقادير و طريقة التحضير يلا نبدأ بسم الله اول ماذا سوف نحتاجه ان اخذوا الباطور و الفوي عادي هناك كأس العنباء عصير البرتوقل ما يعدل 150 مليلتر او 150 جرام كأس العنباء السكر ما يعدل 150 جرام نصف كأس ميزينة او النشا ما يعدل 60 جرام كأس الزيت ما يعدل 150 مليلتر القشور الحامضة و برتقالة بجوج 4 ديال البيضات و الزيت مع عصير الحامض و لديه 250 جرام حتى 300 مليلتر ما يعدل 1 كأس العنباء 3 ديال الخميرات 7 جرام في الوحدة نأخذ الدرب لنا نضيفه بل يداوي نضيفه البيض القشور الحامض و البرتوقل والعصير الليمون كما رأيكم ترى نضيف السكر و نضيفه كل شيء خطرة واحدة بهذا الشكل نضربه و نضيفه في المقادير نضيفه رشيشة الملح و نضيف الزيت نكتب لكم المقادير مضبوطة في صندوق الوصف نضيفه نضيفه عصير البرتقال و نضربه كل شيء جيد مع بعدياته بهذا الشكل و كذلك هذا كل يزوج مع القشور الحامض لا يعادل واحدة الليمة كاليمة تعصرها سوف نضيفه الخميرة الفارينة و نضيفها تدريجيا سوف نسكت بالتضفح و تضيفًا Through knops ثم نضيفها لعم اضع القوة مخفيفة لكيكا سوف نضربها جيدا في اثناء الفرن لكي يسخن دهن الصينية كيكا تظهر صينية دائرية يعني صينية العادية انا لا تظهر صينية طويلة بهذا الشكل ودهنتها بالزبدة ورشيتها بالدقيق ونضرب الخليط بعد ذلك نسمعها ندخلها للفرن ونقص الحرارة ونجعلها حتى تنتفخ ونزلها تحمر من الفوق وهذه الكيكا انا هنا سوف نضيف واحد السوس رائع الذي نستعمل في الكيكا بالخصوص تستغنو عليه انا اخذ عاصر تشين بورتوقال ونضيف سكر سكر ناعم ونضرب حتى نحصل على واحد السلسة سوف ترى كيفية القوامة هذه الكيكا تبقى اختيارية ولكن رائعة من نقص الحرارة من نقص الحرارة لن نقص الحرارة لن نقص الحرارة لن نقص الحرارة من نقص الحرارة من نقص الحرارة لن نقص الحرارة سوف نقص الحرارة والسوس وهي سخونة لتشربة وإن تبقى اختيارية لن تفكر ورشة رقائق اللوز ودائما يجب أن تكون اختياري و دائما ما كان شكل بساطة هنا انا قبيت عليها الصوص الصينية ديالها و كل شيء و تتحيدوها من الصينية الدنيا هانية هنا قطعتها كما را كنت تشوفوا و كده بهذا الشكل الرائع جدا بماذاق شو انا نقول لكم اخواتي ماذاق زوين بزعف نتمنى ان تعجبكم و تجربوها اذا اشترككم الفيديو لا تنسوا لايك الاشتراك في القناة و التعليقات ديالكم اشترككم حبوباتي لا تنسوا كل وصفاتي مجربة و اكيد ناجحة الى اللقاء نتلقاوه في فيديو جديد ان شاء الله مع شوات صفاء